تراجع الخصوبة باتت أزمة تهدد الهرم السكاني لدول العالم فوفق بيانات نشرتها مجلة ايكونوميست فأن الانخفاض في الخصوبة أصبح أزمة تهدد دول العالم كافة بعدما بدأت هذه الأزمة في الدول الغنية حيث تشهد الاقتصادات الخمسة عشر الأكبر في العالم أقل مستوى خصوبة على الإطلاق وسجلت 98 دولة حول العالم في عام 2010 انخفاضا ملحوظا في نسبة الخصوبة وصل إلى طفلين تقريبا لكل امرأة وفي عام 2021 سجلت 124 دولة أيضا انخفاضا بمستوى الخصوبة إلى أقل من طفلين تقريبا لكل امرأة واليوم تلحق الدول متوسطة الدخل بالدول الغنية فيما يتعلق بانخفاض مستوى الخصوبة فيها فالبرازيل على سبيل المثال سجلت معادلة خصوبة بلغ 1.6 وفي تايلند أيضا بلغ هذا المعدل 1.3 حتى الهند وهي ثاني أكبر دولة في العالم بعض الصين من حيث عدد السكان فتشهد مستويات خصوبة منخفضة إلى مدون طفلين تقريبا ومن المتوقع أن يستمر الرقم في الانخفاض يتوقع مراقبون أيضا أن ينقلب الهرم السكاني في الدول الغنية ومتوسطة الدخل بحيث يصبح كبار السن هم الفئة الأكبر في الهرم السكاني وذلك مقارنة مع تراجع نسبة الشباب في السنوات القادمة قالت إيكونوميس أيضا أن اختفاء الشباب وهكذا سمته المجلة يظهر في قوة في الصين حيث تقلصت أعداد الشباب من 232 مليون في 2012 إلى 181 مليون في عام 2021 وتبعا للبيانات المسجلة أيضا فإن هذه المسألة لا تتعلق بالمستوى التعليمي المرتفع فقط كما في السابق بل تميل المزيد من النساء إلى الحصول على التعليم والعمل إضافة إلى توفير موانع الحمل بشكل واسع وأسباب أخرى اقتصادية وجيوسياسية مرتبطة بهذا الموضوع وينادي باحثون بضرورة إعادة التفكير بالسياسات العالمية المتعلقة بالخصوبة خصوصا أن توزيع الهرم السكاني فيما يتعلق بمسألة العمل والزواج والإنجاب يعتبر عاملا حاسما لتحقيق الازدهار